مرحبا بك في نوات نوسم قيمة غافية اللي بحثانا اليوم الساعة بالنسبة للتونس هنحب نذكر شكون انتي شو مقولو من اكبر الاقتصادين في تونس تعديت معنتم الليجانسيام تعليكو السنترال بعدش ام بي اي بي اي دي في جامعة من اكبر جامعة الامريكية بيركلي باديش والي تنتبه دك في جامعة حسي في باريس في الكورة البركلي الارتصاد جل رجعت لتونس في اواء الثمانيات حسي في كاريفيش مولا لفيد 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 لا تسالة الامريكو السنترال لفيد تونسي الژزائري والمغاري ولفيد لفيد 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 الطابع لديركشن بعد الويلد الله يرحمه تعيش في طرح كذلك ديما في الفنانس وفنده لمغرب مركاند بانك دنمبرو بري كذلك منهم لبري برنينان ما شاء الله وليليوم وليليوم ما شوفناش سي المنصف في حتى على راس حتى حتى وزارة والحمد لله بو كذلك بو مش مذبية بشتوانسة كذلك يعرفوا شكونوا سي المنصف شيخ روحو كيفاش يخمم وشيقول المنصف شيخ روحو شنوريكش يشتلقته وبعداش نبع الكومنتايسي المنصف بعدا باوك ماناش متعودين انا نعملو اجتماعات صريحة كنا مقولوا راهو الاموال الذاتية اي مساهمة الدولة في تمويل الميزانية عمل تمشي عملت صغار احنا في تونس ثروتنا هما بناتنا وولادنا فكيفاش خمس سنين يتعداو وحكومات متتالية ما تنجمش تكون الثروة الوطنية شو معناها؟ معناها شركات الدولة ولاية الكلها خاسرة السياسة الاجتماعية ما هيش صدقة تونس ساقع الجمرة فالمشاكل هي اساسا اجتماعية السياسة الاجتماعية السياسة الاجتماعية ما هيش صدقة شمعنتها؟ فما بعض مواطنين وما نشكش من نيتهم الباهية يظنوا ان توظيف نصيب من ميزان الدولة في تنمية البنية الاساسية في المناطق التي شهرت كمناطق محرومة يظنوا ان هذاك مش لازم توا ويظنوا ان هذاك مجيلا من باب ان وفرنا الكماليات لبقية البلاد وقتها نمشي والغادي فولاد فكرة تقولش عليها صدقة ولا زكاة لا حكماما المجتمع التونسي متكامل والمجتمع التونسي اقتصادياً متكامل اجتماعياً متكامل وسياسياً متكامل اللي فهمناه كاقتصاديين اللي ديما طالبين علم ما احنا ننظروا لتجارب بلادنا اللي هي ثريع وننظر لتجارب جيراننا ننظر لتجارب العالم شالقينا؟ لقينا ان في العالم التمشي اليوم هو يعود يرجع قيمة تكوين الثروة من طرف الدولة أي الثروة الوطنية في سياستها الميزان الدولة، سياستها النقدية، سياستها القطاعية، سياستها العالمية هذوما الدمان من طرف الدولة في تكوين الثروة الوطنية النقطة الأساسية التي تركز عليها تكوين الثروة هو المجتمع التونسي أي المرأة والرنجل فإذا كان الأساس اللي بيش تقف عليها السياسة هذه الكل منسي في الأول شنوه اللي بيش تكون ثروة ماكش بيش تكون ثروة ولهذا السياسة الاجتماعية اللي هي صحيح توزيع ثروات حقيقية كونتها الدولة على من جابوا الثروات هذه قبل أي العمل هم أبيدهم بعداش بيش يرشون هم أبيدهم أولا كي وضحهم يتحسن كي وضحهم يتحسن المدخول انتاحهم يدفع عليه جيباية الدولة بيش تربح ثانيا كي يجي نهاية الأسبوع المرأة اللي تشتغل جديدة والراجل اللي يشتغل يز تزراجلة ولا يز مرتو يمشيوا للسوق بيش يشريه وحويج للولاد دوك أصحاب المعامل اللي هم قاعدين يدوروا وكانوا لباس عليهم وحتى في مناطق لباس عليها بيش يستفادوا من استثمار هدايا في المناطق التي شهرت أنها محرومة فالكلها عجلة أنا شحبيت أن أقول وبرك الله فيك على السؤال لديك لأنه مهم النظرة الاقتصادية والسياسية ما تكون إلا في عجلة أنت تربح على خاطر الأخرين ربحوا والأخرين يربحوا على خاطر أنت تربح هذه الربح على حساب المواطنات والمواطنين الأخرين ما يدومش ترجمة نانسي قنقر